سنة من الخليل رائد الشريف رائد يعني كالعادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يستبحون الحرم الإبراهيمي فيما يسمى بعيد الغفران ما هو الملاحظ هذا العام؟ هل من جديد؟ نعم داليا دعينا نستشهد بصوت المؤذن في هذه الأوقات يحين موعد أذان الظهر بحسب توقيت مدينة القدس المحتلة صوت المؤذن من مساجد قريبة من الحرم الإبراهيمي لكن في الحرم الإبراهيمي اليوم تمنع قوات الاحتلال رفع الأذان وكذلك تغلق المنطقة بأكملها وتمنع الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة وكذلك إلى جوار الحرم الإبراهيمي يوم الغفران أو عيد الغفران عند الاحتلال الإسرائيلي آلاف من المستوطنين المتطرفين دخلوا إلى باحات وساحات وأروقة الحرم الإبراهيمي وأدوا طقوس وصلوات تلمودية وموسيقى صاخبة كانت في داخل الحرم صور تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقت من قبل مستوطنين متطرفين لهم داخل باحات الحرم هذا استفز مشاعر المسلمين بشكل كبير هم الآن يتحركون بحرية كاملة هذا شارع الشهداء أو منطقة سوق الخضار القديم منطقة السهلة مغلق منذ عام 2000 تقريبا هذا المكان مغلق منذ عام 2000 هم يتحركون في هذه الأثناء بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بالطبع يقف على أسطح المنازل الفلسطينية وكذلك في بعض أبراج المراقبة لمتابعة حركة المستوطنين المتطرفين تبدو الحركة ضعيفة مقارنة مع ساعات الليل ومقارنة مع الأيام الماضية أو الأعياد الماضية عند الاحتلال الإسرائيلي كنت أتحدث عن جيش الاحتلال هذه سيارة وآلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتابع حركة المستوطنين المتطرفين على طول الشارع المغلق طبعا في الخليل بدعوة الاحتفال بعيد الغفران تفضلي داليا نعم سنبقى معك تباعا رائد على مدار اليوم طبعا لمتابعة كل المسجدات من الخليل من أمام الحرم الإبراهيمي مراسلنا رائد الشريف شكرا رائد